السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين معكم الشيخ أحمد تجاني ابن الشيخ باي ابن الشيخ أحمد تجاني ابن الشيخ إبراهيم نس من أحفاد الشيخ أحمد تجاني نس رضي الله عنه نحن الآن هنا في ليغوس في جماعة الشيخ آمر الناس الذي هو معروف وغني عن التعريف جئنا اليوم لمشاركتهم في افتتاح مسجد عريق مسجد للعائلة ومعروف أن هذه العائلة من أتباع الشيخ التجاني فهذه المناسبة لا يمكننا إلا أن نأتي ونشاركهم هذا الاحتفال بافتتاح مسجد كهذا نعرفه جدا ونعرفه منذ نعمة أظفارنا ونحن نعرفه بجانب جدنا وهو يلقب الآن بآمر الناس ومن لقبه بذلك هو الشيخ براهيم الجد الكبير من لقبه بذلك وحتى أن هذا الاسم مشاله وحتى أن الناس لا يعرفون بأن اسمه شيخ صلاح الدين وهو معروف ومحب للشيخ التجاني ومحب لكل آل بيت الشيخ براهيم ياسم وهذه العلاقة منذ الأجداد إلى الآن وستستمر إلى يوم القيامة إن شاء الله تعلمت في موريتانيا القرآن الكريم ثم بعد ذلك ذهبت إلى مصر هناك حصلت على الثانوية والليسانس إجازة العالية في مصر في جامعة الأزهر هناك تعلمت كل العلوم التي تعلمتها ولكن بداية تعليمي كان في سنغال قليلا ثم بعد ذلك إلى موريتانيا ومن هناك إلى القاهرة في جامعة الأزهر هي يمكن أن يقال بأنها هي من القرآن كلها لا يوجد أي شيء يذكر في الطريقة التجانية إلا ولها دليل في القرآن الكريم فمثلا طريقة التجانية ما هي إلا ورد اللازم وهذا الورد يتكون من الاستغفار والله تبارك وتعالى يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا والصلاة على النبي يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما وذكر الله لا إله إلا الله وهذه أيضا قال الله تبارك وتعالى أذكر الله ذكرا كثيرا فأين في تلك الأوراة كلها أين فيها البدعة هذه كلها منصوص في القرآن الكريم فلا يوجد أي شيء ينكره القرآن فمن ينسب إلى الطريقة التجانية أنها بدعة يمكن هو مكان الذي يفهم فيه يرى أنها بدعة ولكن نحن من نقوم بهذا لنا أساس في القرآن الكريم كما قلت لك هذه الآيات كلها فمن يقوم بأي شيء يعارض السنة أو القرآن فهذا يرجع إليه هو فقط ولا يرجع إلى الطريقة فمثلا يمكن أن أقول لك شيئا هناك من يشمت الإسلام بسبب بعض المسلمين الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم لا يتخلقون بإخلاق الإسلام هكذا إذن الطريقة فمثلا من يقول الآن إسلام إرهابي وكذا وكذا ومعروف أن الإسلام ما كان إرهابيا يوما ما حتى أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدافع عن نفسه ولم يهاجمهم هم هاجموه وهم اضطردوه من مكة وهم فعلوا به أشياء كثيرة وهو كان يدافع عن نفسه وكان يدافع عن دينه وهذا محمود في الإسلام هكذا الطريقة الطريقة أيضا يوجد من ينتسب إليها ويسيء إليها ولكن طريقة كطريقة هي مؤسسة على الكتاب والسنة وعلى مراقبة الله في السراء والضراء وكل النفس يأخذه المريد يجب أن يراقب الله فيها قبل أن يفعل أي شيء بالمناسبة أبارك له في هذا العمل الجليل وأبارك لعائلته جميعا وأدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ نيجيريا وسائر البلاد المسلمين وأن يجمعنا في رحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة نعم يمكننا أن نقول نحن وهذه القناة في خانة واحدة لأننا كلنا في خدمة الإسلام وكل من يخدم الإسلام كهذه القناة كمشايخ يخدمنا نحن ويخدم الإسلام لأننا نحن في خانة واحدة تجاه من يهاجم الإسلام فندعو الله تبارك وتعالى لهذه القناة أن يبارك فيها وأن يحفظها ويحفظ كل من يعمل فيها وأن يجازيهم عن الإسلام خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها المشاهدون الكرام نشكر الشيخ الجليل الشيخ باي نياس الشيخ تيجاني باي نياس حفظكم الله وارعكم أتول الله باكو يا رب Dear viewers We are so happy to receive our dear شيخ here all the way from Senegal to attend the opening of our noble شيخ شيخ صلاح الدين أمان كيرون's mosque رضي الله تعالى أعنيه at Begah Ujudu Begah Lagos State here and this honorable شيخ he has really explained a lot about where he came from he attended Islamic studies especially Quranic studies he is also a graduate of university this is to show that the people practicing Tassawuf especially Tariqa to Tijaniya they are learned people they are not they are not ignorant they know what they are doing and he explained briefly about the Tariqa of Tijaniya about those insulting or holding abusive words at this Tariqa that what they are doing the activities that are held in this Tariqa is all about the Quran Kitab wa Sunnah he gave us the evidence the proofs from the Holy Quran he talked about al-istighfar seeking forgiveness from Almighty Allah in the Quran so this is a proof from the Holy Quran he also mentioned the sending salutations to Prophet Muhammad this is also a proof that this Tariqa is from the Holy Quran Allah says that in Allah verily Allah himself and his prophets they are glorifying they are sending salutations to Prophet Muhammad so he is asking us as Muslim the believers also to send salutations to him so how can you call those people following the Quran people of Bidia so this is not good he also made mention of which is la ilaha ila Allah Abiy la ilaha ila Allah from the Quran Allah tabarak wa ta'ala through Allah zikran kathifah wa sabbihuhu bukratan wa asila so Almighty Allah that also shows that is a proof from the Holy Quran he is calling the believers so he also made he gave advice to those practicing Tijaniya there is nothing like Tijaniya going against Al-Quran wa hadith or sunnah so they are the same thing he gave advice to them they shouldn't be doing what Almighty Allah is against like the joining together of males and females and doing what is so those are the advice he gave he prayed for the great successor to the great predecessor for the Lord to Sheikh Ahmad Tijani that will grant him prosperous years aki amo baba wa ba ba yi ti wanjie o mama baba show brahimi ni as lati lo kaula lo senegah ti wan wa ye yi lati shara lati panye ile lati wahi ye wa si nek ba shi masala si baba wa ta fito wa ta kmen lalco dinn e ma ki so on ti wambi lati bi ta si ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر